اشتركوا في القناة بيده الخلق والأمر هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء فلا إله إلا الله يغني ويغني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويعز ويذل ويكرم ويهين الأمر أمره والخلق خلقه وهو فعال لما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا هو له الملك وله الحمد على كل شيء قدير قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى أشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء فجزاء الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة حافظكم الله ونحن على مشارف شهر كريم مبارك نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا وإرضاه أذكر بأمور ونوه على أمور بارك الله فيكم لا يخف عليكم أننا ما زلنا في شهر شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان فيصومه كله إلا قليلا فمن أراد أن يصوم فتلك سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه في المعنى ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من كونه كان يكثر من الصيام في شعبان يصومه كله إلا قليلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم فدل ذلك على جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان أتابع قائلا ونحن على مشارف هذا الشهر المبارك الكريم لا أخفى عليكم أن هناك ذنوب لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام بل ولا يقدر الحج على تكفيرها فلزاما أن نتعرف عليه كأن نتخلص منها هذه ذنوبها المتعلقة بالعباد فإذا أنت أكلت أموال الناس بالباطل فلن يجدي معك كبير صيام ولا كبير صلاة أموال الناس لابد أن تؤدي إلى أهلها نعم الصلاة قد أديت والصوم قد أدي لكن لا يقوى الصوم ولا تقوى الصلاة على تكفير أذنوب المتعلقة بالعباد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين الشهيد الذي نال مرتبة الشهادة في سبيل الله يغفر له كل ذنب إلا الدين سيسأل الشهيد عن الدين يوم القيامة ذلك لأنه حق متعلق بالعباد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله قال ولكن المفلس أي المفلس حق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يأتي شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فتبين أيضا أن حقوق العباد لا تجاوز فيها بل عليك أن تؤديه إلى أهلها ولقد قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دي نار ولا درهم من نمه الحسنات والسيئات وقال أيضا إذا خلص المؤمنون من النار حفصوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالمة كانت بينهم في الدنيا كل يطالبوا بحقه من الآخر حتى إذا هذبوا ونقوا أزن لهم بدخول الجنة أي لن يؤزن لهم بدخول الجنة إلا إذا هذبوا ونقوا وذلك بدأ دية المظالم إلى أهلها فإن كنت أكلت مال شخص وإن كنت سرقت مال شخص وإن كنت طعنت في أرض شخص وإن كنت ظلمت شخصا مظلمة عليك أن ترد المظالم إلى أليها قدر الاستطاعة بين يدي هذا الشهر الكريم ذلك حتى يبيض قلبك ومن ثم يرق القلب وتنذرف الدموع من العيون وجلا وإجلالا لله سبحانه وتعالى فبين يدي هذا الشهر الكريم وكما أسلفت عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم كثيرا في شعبان وكذلك عليكم عموما أن تؤدوا المظالم إلى أهلها لكم مقبلون على الشهر فيه دعاء فيه صلاة فيه صيام فيه قيام فيه تلاوة قرآن فإذا كان الشخص يريد أن يوافي هذا الشهر كريما نقيا تقيا فليزل ما على القلب من أوساخ وليؤدي المظالم إلى أهلها حتى يرفع عنه الحرج يوم لقاء ربه وفي الدنيا أيضا حتى يرق القلب ومن ثم تستجاب الدعوات من قلب خالص بإذن الله تعالى أما إذا رفعت الأيدي الأيدي الملوسة بظلم العباد الأيدي الملوسة بأكل أموال الناس بالباطل والأفواه المدنسة بأكل أموال الناس بالباطل وتقول يا رب يا ربي أن يستجاب لك أن يستجاب لك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام فأن يستجاب له فعليكم برد المظالم إلى أهلها من كانت له رحم مقطوعة فليبادر بالوصل وإن أسأوا إليك بادر بالوصل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلوا ويقطعوني ويمنعوني أعفو عنهما يسئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي فقال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك أي لن يزال معك مؤيد من الله يؤيدك عليهم ما دمت على هذا الخلق الكريم وقال وكأنما تسفهم المل أي تطعمهم الرماد الحار فبادروا بوصل الأرحام بادروا بوصل الأرحام من كانت له رحم مقطوعة فليبادر بالوصل قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها والمعنى ليس الواصل حق الوصل من إذا زاره ابن عمه مثلا رد زيارة لابن عمه إنما الواصل حق الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها يبادر هو بوصل الرحم المقطوعة كما هو معلوم فلذلك نبادر بالوصل نبادر بالوصل ونحذر من القطع قطع أرحام أشد الحذر قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لابنه يا بني لا تصاحب قاطع رحم إني وجدتهم العونا في كتاب الله في ثلاث مواطن فالعسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأم أفسرهم كذلك في قول الله تعالى والذين ينقضون عاد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بي أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وكذلك في الآيات الأخرى أولئك هم الخاسرون فإياكم وقطع الرحم بادروا بالوصل بادروا ببر الآباء والأمهات فمن كان عاقا فليبادر بالبر العقوق من أكبر الكبائر كما لا يخف عليكم قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم ليته سكت ليته سكت هكذا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا ما زال الرسول يكررها حتى قلنا ليته سكت فبادروا ببر الوالدين لا يدخل عليك رمضان وأنت قاطع للرحم لا يدخل عليك رمضان وأنت عاق للوالدين لا يدخل عليك رمضان وأنت تؤذي جارك أو تحسن جارك لا يدخل عليك رمضان وأنت حاسد لجارك بل طهر قلبك من الحسد لأن الله يثيب على جميل النوايا ويعاقب على خبيثها أنتم تعلمون أن الله قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانما كثيرة يأخذونها تعرفون قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فبادروا بتطهير قلوبكم وأسألوا الله أن يطهرها لكم أيها الإخوة اتقوا الحسد اتقوا حب الشر للمسلمين إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكونوا من أصحاب القلوب الطيبة الرقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة ثلاثة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم فكونوا طيبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أيضاً إذا أردت أن تسلك سبيل أهل الإحسان فاعفوا بين يدي هذا الشهر الكريم عن من ظلموك وأسوا إليك وتجاوز عنهم لعل الله أن يتجاوز عنك سامحهم وتجاوز عنهم فإن الله قال في كتابه الكريم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة وما توضى أحد لله إلا رفعه الله فكونوا من العافين عن الناس كونوا من العافين عن الناس تدخلوا بإذن الله في عداد المحسنين إن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فهذا عدل وأرشد إلى الفضل بقوله أرشد إلى الفضل بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله فكونوا عافين عن الناس كونوا عافين عن الناس كونوا برر بالأبي والأمهات كونوا محسنين للجيران كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فجبريل يوصي النبي بالجار وقبل جبريل رب العزة وعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى قوله والجارicles القربة والجار الجنوب الجار الذي تربطك به قرابة أخوك ساكن بجوارك أختك تسكن بجوارك ابن عمك يسكن بجوارك والجار ذي القربة والجار الجنوب الجار الذي لا تربطك به قرابة أوصى الله تعالى بالإحسان إلى هذا وذاك أوصى الله بالإحسان إلى الجار ذي القرب والجار الجنوب وجبريل أوصى بالجار كذلك كما لا يخفى عليكم نازل جبريل يوصيني بالجار حتى ظن النبي أن جبريل سينزل بنصيب من الميراث للجار حتى ظننت أنه سيورثه والنبي قال من كان يؤمن باليوم اليوم الآخر فليحسن إلى جاره وحتى الجار اليهودي والجار الكافر يحسن إليه إن عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله أديتم لجارين اليهودي أي لما لم تعد لجارين اليهودي فالجار له حق وهو بصفة عامة أي جار حتى الجار الكافر النصران اليهودي نحسن إليه كذلك لعمومات في الآيات وعمومات النصوص من غير تقييد بالجار المسلم ومن غير نهي عن الجار الكافر بل الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهما تقصط إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم الآيات أيها الإخوة والأخوات تأهبوا لاستقبال هذا الشهر الكريم بالبذل والعطاء فيه وسأتي لذلك مزيد في حينه إن شاء الله تعالى هذه مقدمات لزمت أكثر أيضا من ذكر الله في كل وقت وحين ذكر الله يزيل الوسخ الذي على القلوب ويزيل الشوائب التي عليها دوما استغفروا ربكم يغفر الله لكم احمدوا ربكم يزدكم من نعمه لإن شكرتم لأزيدنكم الحمد والاستغفار شأنهما عظيم دائما وأبدا فتأهبوا لرمضان بمثل هذا بالحمد والاستغفار بالحمد والاستغفار الحمد والاستغفار يزيد الله بهم النعم ويدفع الله بهم النقم دل على ذلك قوله تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم والحمد لله كلمة كل شاكر دل على ذلك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم دل على ذلك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وابنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دل على ذلك أيضا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالحمد والاستغفار سببان عظيمان في دفع النقم والبلاية وسببان عظيمان في استدرار الأرزاق استدرار الأرزاق فبادروا بالحمد وأكثر منه وبادروا بالاستغفار بادروا بالحمد والاستغفار فبين يده هذا الشهر الكريم صيام لمن كان يصوم حتى اليومين الأخيرين أم إذا لم تكن تصوم فتوقف عن الصيام لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين بر للوالدين وصل للأرهام إحسن لجوار حنوّن على الأرامل والأيتام والمساكين حنوّن على الأرامل والأيتام والمساكين أنا وكافل اليتيم كهيتين في الجنة وفرّج النبي بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه والساء على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر فبادروا بالإحسان إلى الأرامل والإحسان إلى المساكين والمحويج استعدوا لذلك ورتبوا لذلك ترتيباتكم استعدوا لذلك ورتبوا لذلك الترتيبات مع استغفار مع كسرة حمد وشكر لله فإننا نتقلب دائما وأبدا في نعم الله تعالى علينا ليلة نهار نحن في نعم الله التي لا يحصيها إلا هو وقد قال تعالى في كتابه الكريم قد قال تعالى وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار يطرقوا أبواب الخيرات يسعوا في الإصلاح بين الناس على مشارف هذا الشهر الكريم قموا بالسعي بين الناس بالإصلاح تقبل الله منا ومنكم وأسأل الله أن يعينكم فالمعان من أعانه الله سبحانه وتعالى والموفق من وفقه الله استغفروا ربكم منه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في إضافة إلى ما سبق من المقدمات التي يتقدم بها هذا الشهر الكريم شهر رمضان أذكروا نفسي وإياكم بالحرص على النافع كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الذين يضيعون أوقاتهم في الله والعبس أن يقلعوا عن هذا الله وعن هذا العبس فلا داعي أبدا للخوض في المعاصي والذنوب بين يده هذا الشهر الكريم لا يجود لك أبدا أن تضيع أوقاتك في المحرمات ولا أن تضيع أوقاتك فيما لا فائدة فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أي كثير من الناس يضيعون صحتهم فيما لا فائدة فيه ويضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه فعليكم بالحرص على الاستفادة من أعماركم ومن أوقاتكم عليكم بالاستفادة من كل دقيقة تمر بكم في حياتكم تستفيد منها قربة إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح بعمل كريم فابتعدوا عن الذنوب والمعاصي ولا تكون كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة أيها الإخوة والأخوات استعدوا لهذا الشهر الكريم بسؤال الله التوفيق فيه فالموافق من وفقه الله تعالى ولذا كان من دعاء الصالحين أنهم يسألون ربهم التوفيق دوما ويعلمون أن التوفيق من الله أيها بالله قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله قال الخليل عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فعليكم بسؤال الله التوفيق قال أهل الإيمان أو أحدهم الذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم على خير يا رب العالمين اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم بقلوب مطمئنة نقية صافية سليمة يا رب العالمين اللهم يا ربنا أعن على رد المظالم إلى أهلها أعن يا رب على بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما وأعن يا رب دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن أفدتك أعن على وصل الأرحام أعن يا رب على الإحسان إلى الجيران والأرامل والأيتام والمساكين أعن يا رب على كل خير يقربنا منك أعن على أنفسنا الأمارة بسوء أعن عليها يا رب وسلمنا ونجينا يا رب العالمين أعن على العفو عن الناس أعن على العفو عن الناس اجعلنا من الذين هم من ذوي الحظ العظيم فقد قلت وقولك الحق ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم فاجعلنا يا ربنا من أصحاب هذا الحظ العظيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم اجعل مستقرنا ومآلنا إلى الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة